السجن أربع سنوات وغرامة خمسة ألاف يورو لسوري اغتصب سوريا قاصرة في تيرول وده شاب هم كانوا أصدقاء واستغل طبعا وجودها معاه في الشقة وقام باغتصابها يعني بصراحة ما الذي أوصل هذه الطفلة إلى شقة هذا الشخص والذي قام بافتراسها بهذه الطريقة بصراحة يوجد فوضى بالعديد من المجتمعات الأسر ما بعرف هل الأسر هذول أطفال هل هم مع أهليهم هل هم موجودين لوحدهم صراحة ما بعرف يعني الطريقة الموجودين فيها ولكن يوجد فوضى كبيرة وهذا عمل مستنكر يجب على كل سوري أن يستنكر هذا العمل يعني المجرم سوري والضحية سورية تفضل بقى يعني ما بعرف صراحة كيف وصلت الأمور كنا عم نحكي بتحرش جنسي من خلال التصوير أمام الكاميرا واستغلاله بصور عارية وابتزاز الأشخاص لا هلأ صرنا بعملية جنسية كاملة صراحة قام بها البطل سوري والضحية سورية وهم اتنين أنا برأي مدانين بصراحة كانت البنت ولا كان الولد لو البنت تربيتها صالحة ما كانت وصلت للبيت هذا الشخص بأي طريقة من الطرق ولكن على ما يبدو يوجد يوجد إهمال إن كان من خلال الأهل إن كان من خلال المجتمع إن كان من خلال الحاضنة نرجع بتتذكر حكينا سابقا أستاذ الكريم لا يوجد حواضن مجتمعية حقيقية يعني لا يوجد جالية سورية حقيقية اليوم فعليا تدافع مثل تدافع أو تعمل على رعاية هذا الشيء لا يوجد منظمات حقوقية حقيقية لالجالية العربية السورية العراقية لتبني الأطفال على الأقل لمتابعتهم لذلك ندعو لإنشاء جاليات حقيقية وليست الأشخاص الذين بيصرعون برمضان وبالعيد بصور واحتفالات وما أحدا بيعرف لهم شيء ولا بتعرف لهم إنجاز ولا بتعرف لهم أول من آخر اعملوا على جاليات سورية حقيقية تعمل على معالجة المشاكل الحقيقية والعمل على حاضنة حقيقية لهذه الفئة الشابة الموجودة أنتم اليوم الجالية السورية من أكبر الجاليات الموجودة في النمسا يجب أن يكون لكم كيان اجتماعي حقيقي يكون واقف ووقاف على هذه التجاوزات